طيب يعني زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عودة للدوريات الأوروبية وهنتابع أكيد مع حضراتكم على مدار الساعة ونصف وبمننا مازلنا لسه فترة الاعداد لموسم جديد اللي خلاص يعني من المفترض لأنه إن شاء الله هيبدأ خلال الشهر اللي احنا بتبدأه النهاردة مع حضراتكم عايزة تكلم في نقطة خاصة يمكن بالظاهر المهمة في المسابقة المصرية واللي حصلت مع نهاية الموسم وحبين ندردش فيها كده مع بعض شوية هنشرك برضو معانا الأستاذة العظيمة الأخت المريهة العمر هنشركها معانا في الدردشة لا ما تلاقيش والله أنا بدأت هو بدأت بالمشاركة يعني أنا شاركتك في الموضوع يعني خلينا نتكلم في نقطة مهمة أولا الموسم ده يمكن شهد اعتزال نجوم كتير طبعا أبرزهم واحد من نجوم النادي الأهلي وليد سليمان بعد أكتر من حوالي 18 أو 19 سنة في الملاعب ما بين أنديت بقى إمبي بيتروشيت للغاية ما انتهى بيه المطاف في النادي الأهلي اللي صنع الحقيقة فيها أو في التجربته مع النادي الأهلي كل المجد وحقق كل الألقاب المحلية وقرية مع النادي الأهلي ما بين دوري أبطال دور العام وكاس مصر السوب المحلي يعني ألقاب كتيرة جدا حقق وليد سليمان مع النادي الأهلي الحقيقة غير الألقاب الفردية كمان الموسم ده يمكن بعيدا عن وليد سليمان طبعا بعد نهاية مسيرته يعني مع النادي الاهلي بعد تقلق والقاب كتيرة حقا مع النادي الاهلي والحقيقة كان فيه كده حالة ما بين وليد سليمان وما بين جمهور النادي الاهلي حتى في وقت اعتزاله طيب كمان الموسم ده شهد نهاية مسيرة واحد من اهم حراس المرمى في القرى المصرية هو كابتن محمد عبد المنصف بعد مسيرة طويلة جدا استمرت اكتر من 24 سنة ما بين انديت زمالك اللي صنع معاه كل النجاح الحقيقي المحلي وقاري ولعب كمان عم منصف لانديت ودي دجلة تحاد السكندري اللي انهى مشواره معاه كده لو تفتكروا حضراتكم يعني نهاية عبد المنصف ل مشواره الكروي داخل ملاعب تيشرت ننادي الزمالك وحبه لنادي الزمالك اللي انهى به مسيرته زي ما بتكلم مع حضراتكم واحد من افضل حراس المرمى واحد من حراس المرمى اللي قسره رقم القياسي ووجوده في الملعب والحقيقة هو مش مجرد بس وجود في الملعب هو وجوده في الملعب كان فت لحد ما اللقطة اللي انتوا شايفينها امام حضراتكم هو بيعتزل كرة القدم بتيشرت ننادي الزمالك وحبه الكبير جدا لنادي الزمالك يمكن عبد المنصف انا بشوفه من اهم حراس المرمى اللي كانوا موجودين على المستوى الفني وعلى كمان المستوى الشخصي وهو عرف يعني يفضل متواجد بالشكل اللي هو يكون مرضي بالنسبة للجمهور يعني فيه ناس بتتواجد بس خلاص بمستوى بيقول لا عبد المنصف لاخر وقت كان موجود وكان موجود بشكل قوي جدا واعتزل وهو واقف على رجل والحقيقة واحد من اهم حراس المرمى اللي في تاريخ الكرة المصرية يعني كمان يمكن شهد اعتزال الموسم ده نجم نادي المقولين العرب مؤخرا حسن الشامي في نفس المرحلة العمرية لواليد سليمان 38 سنة بعد مشوار طويل جدا مع نادي المقولين العرب ويمكن يعني الحاجة المشتركة في اعتزال التلات لعيبة او التلات نجوم اللي بتكلم فيها هو اللي بيخليني بقى نقول ايه الظاهرة الموجودة او ايه اللي انا بتكلم فيه هو اقتراب التلات لعيبة سواء وليد سليمان ان هو يكون بيحصل على منصب اداري داخل النادي الاهلي نفس الامر اللي محمد عبد المنصف اللي لسه بيشوف الدخول في العمل الاداري وبالمناسبة سبق يمكن لعبد المنصف انه عمل كمدير كرة هو لعب في نادي وادي دجلة وكانت تجربة جيدة ومميازة كاول مرة يعني نشوفها في ملعبنا لعب ومدير كرة في نفس التوقيت افتير كمان سنة 2015 بعد اعتزال كابتن محمد الحصري عمل كمدير للكرة مع نادي وادي دجلة اما القرار نادي المولين العرب باسناد مهمة مدير شؤون اللاعبين لحسن الشامي بعد اعتزاله ده اللي خلانا نفتح الملف ازاي يكون عندنا كوادر رياضية جاهزة بعد الاعتزال العمل في المناصب الادارية الخاصة بكرة القدم لان انت لازم تكتسب فيه ناس كتيرة والعيبة كتيرة ومشوار طويل بيبقى اضاف الملاقة في بيبقى عنده خبرات كبيرة جدا من كتر اللي حتاجك وبطولات في بيبقى عنده خبرات كبيرة جدا فهنا بنتكلم على المنصب ده واعتقد يا مرياني ممكن شوفنا في المنصب ده بنتكلم تلات لعيبة تلات اسامي تقلقوا مع عندياتهم ومشوار طويل جدا مع عندياتهم بكل تأكيد هو من اصعب القرارات اللي اي لعب كرة بيكون مضطر ياخده في توقيت الماء خلاص ما بقاش قادر يقدم نفس المستوى وهي سنة الحياة بالنسبة لعيب الكرة ولكن بتبقى قرارات ساعات مهم من اللعب ياخدها وهو لسه ظاهر بمستوى جيد يعني انت بتكون مش مفترض توصل ان يكون بيحصل بقى تأخر في المستوى وللحالة البدنية تبدأ تتأخر بشكل ملحوظ يخلي حتى فيه نقد من الجماهير عليك ولكن انت تكون بتاخد قرار ده في التوقيت المضبوط اللي انت واقف على رجلك لسه في أنداء ممكن تكون عايزة تحفظ على وجودك معها كل دي حاجات مهمة جدا يكون اللعب بياخد القرار ده وهو مقتنع ان التوقيت ده هو التوقيت المناسب فبالتالي احنا يعني بكامل الاحترام لكل اللعابة اللي بتاخد القرار ده في التوقيت المضبوط وتكون سايبة باصمة سواء على المستوى الفني داخل الملعب أو كمان خارج الملعب بالتيرة الطيبة والعلاقات المميزة والصداقات الحقيقة اللي دروا يحققوها سواء مع لعيبة بقى معهم في نفس الانتماء أو حتى خارج الانتماء دي من سمات وحلاوة الكرة وكنا لسه بنتكلم عن الصورة الترندنج بقالها أسبوع تقريبا ما بين دموع رفايل ندلع علشان روجر فادرر بيعتزل فهي دي الحالة اللي مفروض تكون بتحصل من خلال كرة القدمة ومع الاعتزال اللي بنشوفه اللعيبة كتير فيها خلينا برضو نتكلم على أبرز بقى الظواهر الموسم الأخير كانت في اعتزال أكتر من نجم ومعظمهم تقريبا قرر أن هو يكون بياخد تجربة العمل الإداري فخليني كده أفكركم ببعض اللعيبة اللي اعتزلوا وعملوا في الجانب الإداري وكان ليهم بصمات واضحة منهم طبعا الراحل الكبير الكابتن سابت البطل اللي يعني بيعتبر واحد من أهم الكوادر الرياضية اللي نكحت أنها تكون بتتفوق في العمل الإداري كمدير للكرة وطبعا داخل نادي الأهلي كان لي بصمات واضحة جدا طوال سنوات عمله كمان أفتكر الراحل الغزاء للكابتن إبراهيم يوسف اللي عمل في الجانب الإداري لفترات طويلة مع نادي الزمالك سواء عضو في مجلس الإدارة أو مدير للكرة وكان شخصيا مميزة جدا جدا في الجانب ده وفيه نجوم كتيرة زي كابتن واق الجمعة اللي برضو نجح كمدير للكرة في نادي الأهلي وكمان مع منتخب مصر ودرورة كابتن سيد عبد الحفيز اللي بقاله سنوات داخل النادي الأهلي في الكرير ده تحديدا كابتن حسني عبد الربو برضو بنتكلم على بعد اعتزاله يعني يشتغل في هذا المجال كمدير للكرة داخل نادي الإسماعيل وهو أكيد واحد من أهم نجوم الدرويش لو كلمنا عن العمل الإداري بشكل عام للرياضيين بعد الاعتزال مباشرة هتلاقي الصراحة أسماء كتيرة جدا أخدت الطريق ده واشتغلت على نفسها وحققت فيه نجاح مميز يعني مثلا الكابتن حسام غالي مع النادي الأهلي من بعد اعتزاله هو تقريبا كان حاسم أموره على طول في العمل الإداري داخل مجلس إدارة النادي وكمان الكابتن حازم إمام نفس الموضوع أخد قرار بعد اعتزاله بالعمل داخل مجلس إدارة النادي الزمالك وأخد أكتر من تجربة اللي جايت ما أصبح حاليا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على منتخبنا الوطني فبالتالي بنتكلم على حاجة معينة بيكون بصص عليها لعيبة الكرة وهو أصلا في بداية مشواره بيكون مفكر هيتجل فين حتى لو بصينا على أسماء كتيرة حققت نجاحات مميزة إحنا بس بنتكلم على المستوى المحلي بل بالعكس بنتكلم بقى برضو بشكل عام فيه أكتر من اسم قدر أن هو يكون بيحقق نتائج إيجابية على المستوى الإداري بعد ما أنهى مشواره على المستوى الفني نرجع كده بالذاكرة مع حضراتكم ونستعرض برضو بعض الأسماء علشان تكون مؤهل للنجاح بشكل كبير في المنصب ده أنت محتاج إيه؟ نبص الأوروبا هتلاقي أن منصب مدير الكرة اسمه من الأساس منصب المدير الرياضي وأن الفترة الأخيرة نقدر نقول شهادة نجاحات عظيمة جدا لبعض النجوم بعد الاعتزال في المنصب ده أبرزهم طبعا النجم الإيطالي الكبير الشهير باولو مالديني أسطورة ميلن ومنتخب إيطاليا تولى منصب المدير الرياضي في الميلن من حوالي ثلاث مواسم حتى استراتيجية عظيمة جدا خاصة بكل شيء من أول الرواتب ومكافئات اللعيبة كمان حدد سقف مالي لكل حاجة عمل تعاقدات مميزة على مسؤوليته الشخصية تعاقد مع إبراهيم وفيتش اللي كان عنده في التوقيت ده 38 سنة مهم مش بقى خلص نقض الجمهين أنت بتتكلم على برضو مرحلة عمرية ممكن بعض الناس تكون مقلقة منها كانت النتيجة أن ميلن من 7 و 8 و 9 في الدوري الإيطالي في سنوات ما قبل تولي مالديني مهمة المدير الرياضي لبطل الدوري الإيطالي في الموسم اللي فات ده الوضع وأعتقد أن بقى مقاييسه معايير النجاح في أي منصب إداري مش متعلقة بنسبة 100% بنجاحك قد إيه كان كلعيب كورة بنشوف ساعات مديرين فنيين متقلقين وهم لعيبة ما كانوش أفضل لعيبة في العالم ولكن قدروا أنهم يكونوا مدربين جايدين جداً جداً ونفس الحد بالزبط ممكن تلاقي يعني لعيب كان مكسر الدنيا بس لما بقى مدير فني مش عندوش نفس الإمكانيات ملهاش علاقة بأن أنت كلعيب جامد فأنت بقيت مدير فني جامد أو أنت ما كنتش لعيب أفضل حاجة فبقيت مدير فني جامد ملهاش علاقة هي أعتقد دراسات مختلفة تماماً وخبرات مختلفة تماماً وإمكانيات عندك بقى حاجات أنت مش شخصية عندك طبعاً طبعاً يعني كلمت على أسامي كبيرة يمكن مرهانك كلمت على مالديني وعلى فكرة زي مالديني مهنة المدير الرياضي في أوروبا واخد صلاحيات أكبر وأهم يعني برضو لما تيجي تبص على واحد زي نادفد معيوفي محمديتش مع بايا منشن كلهم كانوا نجوم كبار جداً في أندياتهم وبعد اللي عتزال اشتغلوا في الجانب الإداري الفكرة أنك أولاً لو عندك الرغبة في الاتجاه للجانب ده لازم يكون عندك الدافع أنك تدرس كل حاجة قبل ما تبدأ تشوف اللي بيحصل الأمثلة دي عملت إيه؟ الناس دي نجحت إزاي؟ الناس دي كانت نجوم وهي بتلع كرة طب عملوا إيه حتى ننجحوا وهما كمديرين رياضيين فتراتنا عايشة في أوروبا مع أكتر من نادي وأكتر من مدير رياضي بتاخد كورسات تدريبية أكتر من دورات كذا مرة تخش كذا مرة تكتسب خبرات في كل الجوانب الخاصة بالعمل الإداري وأعتقد أنها دلوقتي من أهم المهن الرياضية وفيها نديها كتير جداً 80% من نجاحها بيتوقف على تفوق ونجاح المدير الرياضي أو مدير الكرة زي ما بيتقال عندنا في مصر يعني لما تيجي تلاقي قوة نادي هتقول هو فيه مدير كرة نادي على فكرة ما تيجي يعني مثل كابت سيد عبد الحفيظ هو مدير كرة ناجح جداً جداً مع النادي الأهلي على مدار سنوات كتيرة جداً فهي مهنة مش سهلة مهنة صعبة مهنة لازم تكون بتكتسب فيها خبرات كبيرة جداً من أن أنت بتدير منظومة داخلية محدش عارف عنها حاج بتدير اللعيبة دي اللعيبة اللي موجودة عندك فيهم نجوم كتير فأنت إزاي بتعرف تشتغل مع اللعيبة دي من غير ما تخلي فيه مشاكل ما بين اللعيبة وبعضها أو يبقى فيه مشكلة ما بين مدير رياضي ولعيب معين بعينه فكل دي خبرات وكل دي طريق التعامل مع المنصب اللي أنت بتشتغل عليه وهو مدير الكرة زي ما بيقوله عندنا في مصر أو مدير رياضي برا لأن أسامة كتيرة جداً ممكن بتتولى المنصب ده ولكن مش بتنجح بالشكل اللي أنت ممكن تقول عليه وعلى عكس زي ما كنا بنتكلم وكنت بتكلم مع مرهان ممكن تكون مش نجم بالحجم الكبير قوي وتنجح كمدير رياضي ويكون لك شأن عظيم جداً فهي الموضوع مربوط بخبرات ومربوط بدورات وبكورسات وبحاجات كتيرة جداً عشان تقدر توصل للي أنت عايزه كمدير رياضي ناجح تقدر تقود منظومة بشكل كامل أعتقد كمان دور شخصيتك بأن في حاجات بتكون يعني من عند ربنا أن أنت شخصيتك تكون مؤهلة للتعامل مع ناصر كتيرة للتعامل مع دون مدير رياضي في نادي جماهيري جري مدير رياضي في نادي ما عندهش جماهيرية أو نادي شركات فبالتالي هي قصة مختلفة خالص وهي مسؤولية كبيرة جداً في التوقيت الحالي مدير رياضي أو مدير الكورة بقى زي ما احنا بنتكلم عليه في مصر تصريحات مهمة تعامله مع الجماهير تعامله مع المكسب تعامله مع الخسارة تعامله مع بطولات كتيرة المختلفة تعامله مع المدير الفني لو أجنبي أو حتى لو محلي ازاي هو يكون برضو على علاقة طيبة بي فهي حاجات كتيرة جداً الجوب ديسكريبشن بتاعه زحمة في حاجات كتيرة ازاي يقدر ان هو يكون بيسيطر عليها وبيشتغل عليها في نفس التوقيت احنا مبسوطين جداً ان طول الوقت منظومة الكورة يكون بيدخل فيها أسامي جديدة كامل الاحترام طبعاً لكل الناس اللي بقالها سنوات وسنوات اسمها موجود ومطروحة على الساحة الكوروية ولكن من الجيد جداً ان احنا نبدأ نشوف لعيبة لسه مخلصة الكارير بتاعها ولسه في التلاتينات ويبدأ يكون لها دور على المستوى الإداري او على المستوى الإعلامي او ايا كان ان هو يكون بياخد حظوظه بعد ما كان بقاله فترة في الملاعب بنشوف أسامي المدربين متكررة من موسم لموسم وكل فين وفين لما اسم الجيد يبدأ يظهر ولكن ان شاء الله في الفترات اللي جاية برضو يكون فيه لعيبة بتاخد حظها ان هي تبدأ تخش الكارير ده علشان لازم يكون فيه دخل الدماء الجديدة ولازم يكون فيه طريق التفكير جديدة ولعيبة لسه كترجلها في الملعب نعرف نستفيد من خدمتها ازاي ويكتسبوا كبرات ويكون لهم الفرصة ان هم يكونوا موجودين في فترات بعد كده فحاجة كويسة ان احنا نشوف وشوش جديدة بتنضم سواء المنظومة الإدارية او المنظومة التدريب بفكرة القدم فمصر وان شاء الله تكون الفترات اللي جاية فيها النقطة دي بالتحديد علشان تكون حتى زي ما نقول قمشة اللعبة تكون كبيرة كمان تكون قمشة المدربين والإداريين تكون أكبر بذل